موسيقى قصة أخصائية اجتماعية وأخصائية نفسية في إدارة 6 أكتوبر وكانوا في إحدى المدارس المتميزة عملوا مشاكل تم استبعادهم بقرار من وزير التربية والتعليم الممارسات لما تنقلوا من المدرسة اللي كانوا فيها وتم استبعادهم لمدرسة متميزة أخرى وده قرار هنجيله بعدين مكتوب كده يعني حتى لا يضاروا ماليا يعني كنا نجيبهم فوق سطح بيتهم مثلا علشان لا يضاروا ماليا اللي عمل القرار ده هيتحاسب وقريب بس خلينا جزئية جزئية يا ترى يا ساتلو أحمد راشد ومحافظ الجيزة الوزير المحترم والرجل المحترم اللي عهدنا عنك كل احترام هل تقبل على بناتك أن يكون هناك أخصائيات اجتماعيات من ممارستهم زج الأولاد على البنات لعمل علاقات خارجة عن الأعراف وتصويرهن للسيطرة عليهن يا ترى الكلام ده كلام نحن حالا هنوري حضراتكو أن ده صيغة في إحدى قضايا النيابة الإدارية بعد ثبوت هذه الوقعة بتحقيقات النيابة الإدارية تحديدا نيابة 6 أكتوبر اعرض المستند زي ما هتشوف حضراتكو دلوقتي حالا قدامكو أهو زي ما حضراتك شايف كده وفي منوسبة إلى المذكورة فلانة الفلانية احنا طبعا يعني مش عايزين نجرح قوي علشان ولادهم بس في النهاية يستحقوا أقصى عقاب في الدنيا بعد ثبوت جريمة زج الأولاد على البنات وتحرضهم لعمل علاقات وتصويرهم للسيطرة عليهم يعني ايه هي نفس الكلمة اللي على وزن إعارة عيازا بالله تبقى موجودة في مدرسنا بالإضافة إلى الأفكار المعادية للدولة المصرية ورموز الدولة المصرية والتحريض على الدولة المصرية لم تكتفي وتقف هذه الممارسات عند المدرسة اللي كانوا فيها فقط بل لما تنقلوا المدرسة التانية إلى الحي التاني نفس الممارسات نفس الشكاوى نفس الممارسات مع مجلس الأمنة أيضا وهنا السؤال هل سنقبل بوجود هؤلاء في العملات التعليمية بعد ثبوت هذه الجريمة بناتنا ولدنا أمانة في رأبة حضرتك يا سيادة المحافظ يا سيادة الوزير دكتور طرق شاوي دكتور محمد عمر رسالتنا لي كل نهاردة أستاذ خالد حجازي وكيل وزارة تربية وتعليم بجيزة بعد ثبوت هذه الجريمة هل ستبقى أو سيبقى هؤلاء في العملات التعليمية؟ أنا هسأل سؤال للشغون القانونية سواء بمحافظة الجيزة أو في مدرسة تربية وتعليم أو في وزارة التربية وتعليم الدكتور هشام جعفر ما هي مواصفات وشروط الموظف العام؟ واحد أن يكون حسن السير والسلوك والسمعة ألا يكون محكوم عليه في قضايا مخلة بالشرف والأمانة سؤالنا يطار التهمة دي ألا تفقد معها سمعتها وحسن السير والسلوك والسمعة؟ ألا هذه القضية وهذا الحكم من النيابة الإدارية يعد بمثابة الحكم في قضية مشينة ومخلة بالشرف والأمانة؟ يقتضي بمجابها أن يفقد الموظف العام ووظيفته العامة ووفق قانون الخدمة المدنية إحنا مش جهة تحقيق ومش جهة أحكام إحنا جهة عرض بنعرض إلى من يهم الأمر بالإضافة لقايمة اتهامات تم إثبتها طويلة عريضة قد كده ولازال هناك اتهامات ولازال هناك قضايا قيدة تحقيق بمعرفة النيابة الإدارية ويطلعوا الأخصائياتين يقولوا إحنا عايزين نرجع المدرسة اللي كنا فيها تاني هل هذا الكلام يمكن أن يلقى صدى لدى محافظة الجيزة؟ سؤال بنطرحه وننتظر أسراد عليه وأيضا بنطرحه على وزارة التربية والتعليم ومدرية التربية والتعليم بالجيزة وخلينا نروح لفاصل صغير قوي قد كده ونرجع لحضراتك تاني نتكلم معاكم في مسألة مهمة جدا خاصة بالكمساري والراجل اللي رمى نفسه من القطر نطلع لفاصل ونرجع تاني مع حضراتك وخليكم معنا